تحاول السلطة في العراق عبثاً إخفاء البؤس والحرمان الذي يعيشه العراقيون في كنفها وتأبى الصورة إلا أن تكون شاهداً على فشل العملية السياسية تلك التي جربت أن تحتفي بتنظيمها لكأس الخليج العربي لكرة القدم في البصرة وأول ما قامت به طمس معالم فشلها في ملفات عدة وأبرزها الخدمات وشبكات الصرف الصحي في محافظة تعتبر الأغنى بالنفط والرافد الأول لخزينة الدولة هاي ستشوفوا باوا قاعد ينبيش وإحنا وكراكتنا بس كون نمشي الماي حتى الطلاب خطيئاً حرموا لا راحوا للمدارس لا هاي بسببها إلى المطار ما قاعد نمشي والله ما اللي أنا كل مطرد صرها بيوتنا غرقية تعال شوفوا المجاري تعال شوفوا الماي شوفوا النحلل هاي سالفي شوفوا يركض على المنتخب يجي الخليج خليج يشوف المجاري خيشوف الماي خيشوف هاك شوف الله وكيرك من الصباح لها سيباور شوفوا البيوت غرقية ملينا يا عمسوا النحلل هاي سالفي والله ملينا الأمطار التي يحتاجها العراق وبشدة في ظل موجة الجفاف والتغير المناخي تحولت إلى نقمة على السكان في البصرة والذين يتساءلون أين تذهب إيرادات النفط منذ عام 2003 وهذا العزل الطبقي اللي صار أنه أكثر شي قدروا عليه غطوها حتى ما تنشاف من قبل الباقي الدول لكن هذا محل المشكلة هاد تغطية فقط للمشكلة هاي يوم الخير شعو اللي غافة شعو اللي غافين يروح كلها بجيوبهم هاي الخير الخير مو إني إلهم بس شعو مو للشعب الخير تقدر البصرة هاي يوم الخير بس مو إني لا إلهم لجيوبهم هذا الشعور الذي بدأ ينتاب أهل البصرة وعموم المحافظات العراقية ناتج كما يقولون عن سوء توزيع الثروات وحصرها بيد الأحزاب الحاكمة منذ عام 2003 والتي أجهضت أي محاولة للإصلاح ورسخت إفلاة الفاسدين من العقاب وواجهت بالمقابل الرافضين لها بالحديد والنار لإسكاة أي صوت يطالب بالعدالة الاجتماعية لا غير هاي بس من التقابات يشيوك وراء التقابات كيش يمعك ترجمة نانسي قنقر